موضوع الأزمة الاقتصادية إنه هو ده موضوع الناس متأثرة بكتير وأنا عارف والأسعار مرتفع وأنا عارف طب إحنا سكتين على كده إحنا بنحاول بكل ما قطينا من قدرة إن إحنا نقلل من تأثير الأزمة دي ببرامج بنعملها على مستوى الدولة خاصة المواطنين اللي هم يعني اللي هي ظروفهم صعبة يعني هرجع الثاني وأقول مفيش أزمة بتمر على مصر إلا أن إحنا بنبقى متأكدين بالإرادة والعمل والتخطيط وقبل ده كله بالله سبحانه وتعالى لأن إحنا بنعمل خير إحنا كمسؤولين لا نبغي والله إلا الخير لكل الناس والبلدنا وبالتالي مفيش عندنا هدف تاني غير كده فاتطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى على أن رغم الظروف الصعبة دي لكن زي ما مرت على مصر الظروف صعبة خلال العشر سنين اللي فات لا مش العشر سنين اللي فاتت السنين اللي فاتت كلها يمكن الأجيال الشابة ما تشوفش ده لكن الناس الكبار شافت أن مصر قابلتها تحديات كتير وبالله سبحانه وتعالى وبالجهد وبالإرادة كنا بنعبر التحدي ده في سبعة وستين كان فيه تحدي كبير قوي وربنا سبحانه وتعالى في تلاتة وسبعين عبرنا وحاجات أخرى على يعني بالمستوى اللي هو اللي يخلس يتقول يا تارى إحنا حنقدر نتغلب على على الأزمة دي أو لا لا لازم تكونوا متأكدين مش عشان تاني بقول إحنا كمسؤولين لا لا إحنا كمصريين هو تفتكروا أي تحدي ممكن نتغلب عليه الدولة الوحدها المسؤولين يقدروا عليه وحدهم لا بيكم انتم بفهم الناس بتحمل الناس نقدر نعدي أهلا أهلا بكم كل الترحيب بكاتبنا صحف الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام منور جدا أوي خالص أهلا أستاذ يسفق المحضر أستاذ أحمد دلوقتي ما بين التنمية وما بين السياسة البعض يظن أنهم مصارات مختلفة أو متبعدة والبعض الآخر وأنا منهم أشوف أنهم مصارات متوازية بل وتلتقي في كثير من الأحيان الموزيع صح والله غلط العلوم السياسية والتجربة المصرية بتقول أن ويمكن حدوك تتعامل فقرة مهمة جدا عن الحوار الوطني أن الدولة المصرية كانت دائما أبدا مهمومة بالفكرة اللي حدوك بتتنقشها والفكرة أنت بتتراح التوازن ما بين الإصلاح السياسي والإصلاح الابتصادي إيه يسبق إيه وإيه ليه أولوية عن إيه وليه الأمر ده ترجمته النهاردة على الأرض يمكن وأنا حابب أقول ده أن الترجمته هو عنوان المشهد اللي إحنا شفناه في مطروح أنك بتتكلم على التطبيق العملي للتنمية المستدامة ولما بتتكلم على التنمية المستدامة أنت بتتكلم على مصطلح ظهر في العالم في أوالي السبعينيات 1972 ترجم في أدبيات الأمم والتحدة وقرارات الأمم والتحدة واتفاقاتها 82 وبدأ بعد ذلك البحث فيه ليه أعمل زي مسلس من ثلاث أضلاع حاجة تتعلق بالتنمية الاقتصادية حاجة تتعلق بالتنمية الاجتماعية حاجة تتعلق بالتنمية البيئية تصوري البسيط أنك لا يمكن أن تعزل هذه التنمية عن العملية السياسية الدولة المصرية النهاردة بالانفراجة اللي عملتها في الحوار الوطني بالسماح لخلق مساحات مشتركة متزامنا مع هذا التطبيق العملي لعملية التنمية المستدامة بتطبق تقريباً اللي حالك بتكلم فيه أنا ماشي في مصار إصلاح سياسي لكن لا أتخلى عن فكرة التنمية المستدامة طب هلأ أنا كنت مجبر أن أنا أبتدي في ملف قبل ملف أنا كنت مجبر ظروف الدولة لازم نفهمها ظروف الدولة كانت تحكم لكن الإرادة السياسية عن متخذ القرار فقمت رئيسة الفتاح السيسي كانت إرادة واضحة أن كل حاجة معمولة ووفقاً لتوقيتها الدولة المصرية كانت قدامها عقبات كتير جداً على الصعيد الأمني على الصعيد الاقتصادي ومن ثم كانت لازم تسابق الزمن علشان تقدر تواجه التحديين دولي عندما فرغت الدولة المصرية كان لابد من الانتباه للمصاري التاني اللي الدولة ما غابتش عنه وانت لما بتكلم على مصار إصلاح سياسي وحضرك تكلمت عن عدد أحزاب واتكلمنا عن قايمة مطلقة وقايمة نسبية وقايمة مشروطة واسمعنا النائب إهاب التماوي بيتحدث ونائب أميرة صبر بيتحدث وطبعاً أستاذنا ناجي شهابي بيتحدث في إجماع على أن في حراك سياسي حصل في المجتمع الحراك السياسي ده اللي حصل في المجتمع ناتج عن اهتمام الدولة من مكونات التنمية المستدامة بتتكلم على تنمية اجتماعية بتتكلم على خلق قيادات جديدة بتتكلم على خلق قتلة حيوية جديدة في الدولة المصرية مش مهم أفكارها إيه مش مهم على يمين الدولة على يسار الدولة في وسط الدولة مؤيدة معارضة لكن المهم أن يكون هناك حراكاً يدعم ويقدم أفكاراً جديدة تخدم على مصارات التنمية علشان كده أنت مكنتش بعيد عن فكرة الإصلاح السياسي أنت كنت بتخلق طول الفترة من 2014 كتل سياسية جديدة كتل شبابية جديدة نخبة جديدة تستطيع أن تحمل الأمانة وفقاً لثوابت وطنية ولا تحيد عنها في المستقبل تفضلت فترة كبيرة جداً الأحزاب أحزاب حلها لا يصر لكن النهاردة أنت بقى عندك قيادات شابة في قلب كل حزب يعني بتتكلم عن نائب أميرة صابر على سبيل المثال حزب المصر الديمقراطي الاجتماع حزب معارض بتتكلم عن نائب إحابة طموي حزب مستقبل وطن حزب الأحزاب المؤيدة بتتكلم على الدكتور الناجي الشهابي بتتكلم على قيادة تاريخية في الدولة مصرية قيادة في العمل السياسي الليها تاريخ وقيس على ده الأجيال اللي تم إفرازها شوف المستقلين الممثلين لتنسقية شباب والأحزاب والسياسيين غير المنتمين حزبية موفيق طعات كبيرة منهم غير المنتمين حزبية لكن هما متواجدين على الساحة بيسروا الحياة السياسية كنت لازم في التوقيت ده تستوعب هذه التقاط من أجل خلق أفكار جديدة لدعم عملية التنمية المستدامة القصة في الحوار الوطني أتصورها تتجاوز فكرة إن إحنا واخدينه في المحر السياسي قصة تتعلق بمستقبل مصر في كافة محاورة في المحر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لما بتيجي تبصل ده وتشوف المشهد بتاع النهاردة يعني سيادة الرئيس فخمته في مرسى مطروح بيفتتح عدم المشروعات القومية بيلتقي مع الأهالي وتصل الرسالة من قلب مجلس أمناء الحوار الوطني في انتهاء العمل وإخراج مجموعة من التوصيات ويرفعها لفخامة الرئيس فيبادر السيد الرئيس بأحالاتها للطرق المنضبطة يعني ما يمكن أن يأخذه من قرارات تنفيذية سيأخذه ما يمكن أن يحال إلى التشريع المجلس النواب المجلس يوخ لدراسته وإعداد الإصلاح التشريع المناسب لكي لا يتم أي نوع من أنواع زي ما تفضلنا بها بالطموة تحدث المخالفة الدستورية ده أمر مهم جدا الضبط الدستوري بس يهمنا أن كل ده بيحصل على الأرض ومصر مستمرة في عملية التنمية المستدامة طب عملية التنمية المستدامة اللي قوامها تنمية قصدية وتنمية اجتماعية وتنمية بيئية حالة مصر فيهم عاملة إزاي ده اللي يهمنا خلينا نبتدي اليوم بالمشهد الأولي ليه وكان مشهد مهم جدا لأنه هو ده المحك في التجربة دي الأمن والاستقرار يمكن أول مشهد شفنا مشهد فخامة الرئيس وهو يتوقف مع الارتكاز الأمني وهو يتفحص التسليح لكل فرد أمني كان موجود ده بيعكس لأنك بتكلم أنت بتكلم على منفذ السلوم يعني أنت في منطقات حدودية طب ده بيعكس ايه بيعكس اهتمام رئيس هل ما طلبه وما تم التكليف به من إعداد فرد مقاتل مسلح بأحدث التسليح اللي يمكن أن يجابه تحديات الأمنية لكي يضمن استمرار عملية التنمية لا تنمية دون أمن واستقرار دي رسالة مهمة جدا الرسالة الثانية كانت في النهاردة الصبح برضه دون الخوض لسه نحن وكلماش على رسالة فهمة الرئيس الترحيب الشعبي دون حراسة يمكن أول مرة نشوف هذا المشهد بمنتهى البساطة وفي محافظة حدودية لسه أقول وفي محافظة حدودية وفي محافظة حدودية أمر مهم جدا ليه؟ بيعكس أجذوبات كثيرة جدا مصرة قطاعات أن هي تعيش فيها ومنفصلة عن الواقع وفيهم قادة سياسيين عظام جدا متصورين أنهم يعيشون على مواقع التواصل الاجتماعي ويخطبون الجماهير ويزيفون وعيها بس على أرض الواقع احنا شفنا الاستقبال شكله عامل إزاي على أرض الواقع احنا شفنا أهل مرسى مطروح المصريين في مرسى مطروح وهم يتحدثون عن إنجازات الدولة المصرية وهم مستوعبين بل فيهم من القيادات غير المسيسة اللي طرحت مشروعات وأفكار منها فكرة استجاب لها فخامة الرئيس هي تحويل أو إنشاء شركة لأهالي مرسى مطروح ودي بادرة كويسة جدا شفنا حد تاني بيتحدث بوعي شديد جدا عن أهمية إنك تتيح للمواطن في مرسى مطروح إنه يتملك أرض ويدفع تمانها للدولة في مقابل إنه هو يستزرحها والراجل بيتكلم وهو بوعي إنه إزاي أنا لما هاخد منه الأرض بصدر الرحب لأنه هو مستوعب عملية التنمية اللي بتتم وشريط السحل الكبير لمحافظة زي محافظة مرسى مطروح التاني أكبر محافظة مصرية لما بنتكلم عليها هي ومحافظة الوادي الجديد إذن أنت تتحدث عن تقريبا أكبر مساحة في جمهورية مصر العربية فلما بتتكلم بالمنطق ده وبالسياق ده لازم نبقى مستوعبين إن الدولة لديها مخطط استراتيجي من ضمنه التنمية السحلية للشريط الحدودي طب التنمية السحلية ده تنمية سحلية بس لا ده تنمية سحلية مرتبطة بمشروعات بنية أساسية تم توفرها من طرق ونقل إلى آخره إلى جانب مخططات استراتيجية إيه اللي هيبقى فيها سياحة؟ إيه اللي هيبقى فيها مناطق لوجستية؟ إيه اللي هيبقى فيها مواني؟ إيه اللي هيبقى فيها منافذ تسويقية؟ هنا بتتكلم على دولة لها رؤية هل المواطن في مرسى مطروح مستوعب ده؟ من الكلام اللي اسمعناه من الناس وأهالي مطروح النهاردة لأ المواطن مستوعب هنا الانفصال اللي البعض مصر أنه يعيش فيه وما يشوفش هذه العملية اللي تمت على الأرض المصرية طول الفترة من 2014 لغاية النهاردة دي مشكلة كبيرة عنده لأنه مذالة يتصور أنه يقرأ من كتالوج معد في مرحلة سابقة ولا يستطيع أن يواكب العصر اللي مصر راحت فيه مصر راحت لقطاعات شباب مصر راحت لقطاعات الأكثر عوزا في المجتمع مصر راحت لقطاعات التي تستحق التنمية لما بتكلم على محافظة حدود تتكلم على مرسى مطروح فخامة الرئيس كان يتحدث من مرسى مطروح ولكنه كان يضرب الأمثلة بالتنمية التي تتم في أسوان محافظة حدودية تانية بالتنمية التي تتم في سيناء محافظة حدودية تالتة وربعة بالتنمية التي تتم في الوادي الجديد وفي مطروح تتكلم على الخمس محافظات الحدودية في مصر انت هنا بتقول للمواطن المصري القاتل لهذه المحافظات على التساح وعلى ندرة السكان فيها لا احنا جاين لكم والمستقبل عندكم مختلف وينبغي ان تكونوا مؤهلين المكون التاني في عملية التنمية مستدامة المكون المتعلق بالمجتمع مؤهلين صحيا مؤهلين تعليميا مؤهلين ثقافيا لديكم من الوعي لاستيعاب هذه المتغيرات اللي بتحصل حواليكم المتغير التالت هل كل ده مرتبط بالبيئة في عملية التنمية مستدامة كل ده مرتبط بالبيئة في عملية التنمية مستدامة احنا شفنا سيوة ويمكن لقيت بمساحة كبيرة من النقاش هل وسادة الرئيس بيتحدث عن سيوة كان يتحدث من فراغ بيتحدث عن تجربته منذ أن كان ضابطا في هذه البقعة الغالية من الأراضي المصرية 86-87 وإزاي هو عاش مشاكل لسه شايفها كانت موجودة وإزاي لما جاء الحكم مع عقائل وشيوخ القبائل في مطروح أعادوا طرح الأفكار تاني وتعاملوا مع مشكلة من مشاكل سيوة ولديه رؤية لتطوير سيوة ويمكن سيادة محافظ المطروح قال أنه بالفعل شرعت المحافظة بالتعاون مع الدولة المصرية في تطوير هذه المنطقة لما سيادة الرئيس بيتكلم على كل ده برضو مش مؤفل المكون مكون مهم جدا في التنمية الاقتصادية اللي هي أحد أركان التنمية المستدامة تتكلم على الزراعة أنا مش جاي لكم بسياحة ومناطق تجارية وتصنيع ومناطق لوجستية وخلاص لأ ده أنا جاي لكم بزراعة كمان لما سيادة رئيس تحدث عن مشروع الدلتة الجديدة 2 مليون فدان وقال 700 ألف فدان تانيين موجودين قابلين أن احنا نقدر نروح لهم متى تم الوسوق في وجود مصادر المياه اللي تضمن الانتاج دي أمور كلها مهمة جدا لما بنبص للخريطة دي نقدر نفهم أن مصر تمضي قدما في عملية التنمية المستدامة بالتوازي زي ما حضرتك قلت بالضبط مع عملية الإصلاح السياسي لم تغفل هذا المكون حلو قوي أنا هستأذن هروح لفاصل وهرجع بعض الفاصل يمكن على مسألة ما نطلق عليه اقتصاد الأطراف أو تنمية الأطراف وأنه ده لي بعد دايما سياسي وبعد أمني أنا أتذكر زمان وحدك تتذكر أكثر مني أنه نقدر نطلع عشرات المقالات لعشرات من كبار كتاب مصر ونقدر نطلع ما قد نطلق عليه ما بين قوسين بعض البرامج الانتخابية لكثير من من كانوا يرون في نفسهم الترشح أنا فاكر أيام التلاتاشر مرشح بعد يناير 2011 كله كان بيتكلم على تنمية الأطراف أين الغرب؟ أين الشرق في سيناء؟ أين الصعيد؟ الكل يتحدث عن ذلك والكل يتحدث عن التنمية وأن التنمية محور رئيسي في استقرار الأمن واستدبابه واستدامة الأمن واستدامة في نفس الوقت المصار الاقتصادي مش هسألهم ما بيغيروا وكلمهم دلوقتي ليه لكن أنا هرجع على أهمية هذا المصار في تنمية الأطراف نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام مع كاتبنا الصحف الكبير أستاذ أحمد ناجي أمحى استنوا أنا فاكرون صغير زمان في مدة التاريخ بتاعها قيم المدرسة يعني فكان لما يجوا يتكلموا فقلك واختار هذه المدينة لكي تكون عاصمة للدولة لأنها دات موقع وسيط ما بين جميع الأركان ويعمل على إقامة القلاع لتقوية الأطراف ده الكلام ده بقى كان بيحصل من حوالي 1500 سنة مثلا وما يزيد على ذلك أما في العصر الحديث الدول ما بتقومش كده الدول مش بتقوم بس على مسألة الحواجز الأمنية أو تقوية حرص الحدود للدول لا في حاجة اسمها تنمية الأطراف ده المعيار الحقيقي والرئيسي إنه هذه الدولة متربطة وأنها دولة واحدة آمنة ولا إيه؟ طبعا إحنا ما بنختلفش كتير بس خليني أقف عند نقطة صغيرة قوي الأمن مقدم يعني هم زمان بيخططه لفكرة القلاع كانوا بيخططه صح للتأمين الجبهة الداخلية مضبوط خلي بالك أن نقطة الترفية دون تواجد أمني يستطيع التعامل بشرف وبوطنية مع قضايا الوطن قد يمثل تهديدا ومن ثم كل التقدير لقوات المسلحة الشريفة والشرطة المدنية على قدرتهم على السيطرة على أطراف الدولة المصرية طول الفترة العصيبة اللي مرت بينا من 2011 صح فترة شهدت مخططات كتير جدا لفصل سيناء شهدت مخططات أكتر لفصل النوبة شهدت محاولات حتى مشروع الضبعة خلينا نفتكر النهب اللي حصل لمشروع الضبعة عن طريق تقليب الأهالي وإثاراتهم طب ليه الدولة مكتش هناك المكون التاني بقى الدولة مكنتش هناك الدولة موصلتش المناطق دي الدولة مراحتش المناطق دي مش تنويه مفيش مش شايف حاجة المواطن لا يرى انت ممكن المواطن يستحمل معاك بس هو شايف ان فيه ناس بتشتغل يبقى عنده أمل لبكرة إنما المواطن مش شايف لا شغل النهاردة ولا شغل بكرة ولا شغل بعد بكرة وبالتالي هو فريسة سهلة لأي حد ممكن يجي يلعب في دماغه يقوله تعالى إلحق خد لك حتة من علشان كده التوجد الأمني مهم لكن من جانب التوجد الأمني ده الرسالة اللي بعثة في خامة الرئيس النهاردة عن تنمية الأطراف وده أمر حضرتك يعني عبقرية الملاحظة إنه ملاحظة كيجد إن إحنا عندنا في مرسى مطروح في سينة في أسوان في الودي الجديد وربط عملية التنمية المستدامة بمرضودها المستقبلية التنمية المستدامة هي إيه؟ إن أنا أخليك النهاردة تحصل بتعريف بسيط يعني تحصل على احتياجاتك لكن من غير ما تهدد احتياجات الأجيال المستقبلية إحنا ما عيشناش ده زمان إحنا زمان ما عيشناش ده إحنا زمان كنا عايشين يلا مبسطوا عيشوا من غير ما حد يفكر في مستقبلنا عشان كده وجهتنا مشاكل كتير جدا لكن إحنا النهاردة بنعيش تجربة كلنا بنستحمل على مختلف مستوياتنا وبكلنا بنعاني على مختلف مستوياتنا لكن إحنا شايفين اللي بتعمل على الأرض مفيش شبر أرض في مصر لم تطله معاولات التنمية طيب المواطن المصري اللي بيتكلم على شق الترع وشايف شق الترع وطبطين الترع في مطروح والمدن السحلية في مطروح وفي أسيوة ونزولة إلى الوادي الجديد ومشروع الدلتة الجديدة ما هو ده نفس المواطن اللي شايف ده محافظتين حدودين هم شايفه في أسوان شايفه في سيناء انت شايف أكبر دخ انت عارف على سبيل المثال اتصرف كام على مرسى مطروح في خلال الخمس سنين اللي فاتوا تلت سنين فاتوا 14 مليار خمس سنين حوالي 21 مليار طيب 21 مليار بتضخوهم الدولة علشان كام فرض حال ده كان بيحصل المواطن اللي في المنطقة دي وهو شايف الدولة رايحة بهذا الكم من الاستثمارات من أجل تغيير نمط حياته من أجل تهيئته لكي يعيش رفاهية حرمة منها كثيرا رفاهية مش رفاهية فلوس ولكن رفاهية في السكن في التعليم في الحق في الحياة الأمنة كل دي هو كان محروم منها انت رايح له باقتراب أبروتش مختلف جدا للمواطن اللي يضيقتن هذه المنطقة هل ده بس في مطروح؟ طيب ما سيناء احنا ياما تكلمنا عن سيناء انت وشفنا المشروعات التنموية في شمال وجنوب سيناء شكلها عامل ازاي وكنا بنقول ودايما نفتكر ولادنا اللي ضحوا بدمقهم صح وكانت شبابنا اللي بيبنوا وبيعمروا موجودين عشان يعملوا المناطق الاستثمارية ويعملوا المناطق الاقتصادية ويعملوا المناطق اللوجستية ويطوروا موانئ بورسعيد ويطوروا موانئ السويس هو ده ببلاش؟ ده مش ببلاش ده تكلفة دفعتها الدولة علشان يجي لي عقد النهاردة علشان يجي عقد للمستقبل لازم نحط دفع اعتبارنا هذا الربط اللي بيحصل بين المحافظات الحدودية كلها وانت حضرتك سيادة الرئيس النهاردة تفضل واشار الى القطار السريع بين السخنة ومطروح طيب هل القطار ده بين السخنة ومطروح بس؟ من عند القطار السريع من اسكندرية الأسوان؟ هل مصر مهتمة بشبكة طرق داخلية بس؟ ده مصر مهتمة بطريق القاهرة كيبتاون انت بتتكلم على دولة شايفة لنفسها مكانة ورؤية مختلفة في قلب قرتها المؤثرة التي تستطيع من خلالها الدفاع عن قضاياها المشروع وبالتالي هذه الدولة عندما تذهب الى اطرافها بهذا كم من الاستثمارات هي عايزة تقول للمواطن زي ما فخمت الرئيس النهاردة تحدثوا اشار انتم مصريين زينا زيكم زي المواطن المصري اللي عايش في ودي النيل اللي هو كان حصل النوع من انواع الاختراب في العلاقة بين الطرفين كانت ازمة في لحظة من العزار في العلاقة بين الطرفين وانما النهاردة انت بتتكلم على ان انت بتتعايش معايشة طبيعية وبقيت متواجد على الارض هناك بمشروعات اقتصادية بمشروعات تنموية الامور اختلفت كثيرا ومن ثم النهاردة ده التطبيق العملي للاقتراب المصري للتنمية المستدامة في كل جمهورية مصر العربية ومن ضمنها محافظاتها الحدودية اللي تأمنها من اي نوع تهديد للامن القومي المصري ده كلام كان يحتاج حلقات بس ده الحقيقة بامانة شديدة من قلبي ببقى سعيد جدا لما بشوفها كنت قابل وببقى سعيد جدا بالمناقشة معاك وعلى المقاربات اللي بتحطها بمنتهى السلاسة امام الله مشاهد منورتني وشرفتني شكرا لكاتبنا الصحف الكبير اساس احمد ناجي امحى رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الاهرام في ناس في موضن ليس بالبعيد وليس بالقريب على رأي الدكتور طه حسين كانت بتشتغل على تأسيم مصر ده بجد مش هزهر واسام كبيرة كده ومعروفة وملعلعة وفي راجل خد قرار انه هي مصر هتفضل طول عمرها زي ما بدأت وبإذن الله سبحانه وتعالى الى يوم الدين هي ارض واحدة وطن واحد شعب واحد يمتلك مقدراته وصاحب قراره ما بياخدش الاوامر لا من هنا ولا من هناك ولا القرار مصري عشت مصر تحيا مصر حرة مستقلة صاحبة سيادة وقرار وطني خالص وام الدنيا وبالتأكيد عاصمة القرار العربي وعاصمة القرار الاقليمي خلصت الحلقة الحد كده ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات